احنا دلوقت الحاضر بالنسبة لنا ازاي نختار الكلية الصحة وعايز اركز سواي في الحتة دي احنا عندنا التلات معايير لو احنا هنبص للموضوع من منظور الادارة لازم التلات نقاط دول يبقوا موجودين عشان اقول الاختيار بتاع اختيار صحة اولا انا لازم اختار وظيفة كلية هتودين الوظيفة الوظيفة دي تكون ماشية مع امكانياتي ده النقطة الاولانية الحاجة التانية تكون فيه نوع من النهم او الشغف بحب الحاجة دي الحاجة التالتة ان يكون لها مستقبل ويجيب فلوس كويس لو المثلث ده ضلع منه اختفى فغالبا الاختيار بتاع حضرتك اختيار خاطئ احنا كاباء احيانا بنستجيب مع ولادنا هو بيحب كل الطب على دماغي انه بيحب كل الطب لكن هل هو امكانياته تمشي مع كل الطب الحاجة التالتة هل كل الطب دلوقتي ممكن تساعده انه هو يحقق احلامه ولا لا احنا عندنا امثلة كتير جدا في التاريخ احد اعظم رؤساء امريكا رونالد ريجين كان ممثل وكان كومبارس اكتشف نفسه عنده 68 سنة وبقى احد اعظم رؤساء امريكا في حاجة برضو هدير هانم لو هناخدها من منظور الطب النفسي او الادارة الديفولت بتاع الولد او البنت احنا عندنا بنقسم البناء ادمين الى ناس الفص الايمن من المخ هو المسيطر وناس الفص الايسر من المخ هو المسيطر ودول بيحددوا اهتماماتك ومهاراتك الناس اللي هما او الولاد الفص الايمن عندهم مسيطر هما بيميلوا اكتر لي فكرة الابداع فده يدخل مثلا فنون تطبيقية يدخل هندسة عمارة يدخل مثلا بيزنس ماركتنج او تسويق كويس طب لو الناحية الشمال هي المسيطرة طب هما الاهل يعرفوا ازاي ابنه من اي نوع هقول لحكي على حاجان خلينا اقول لحكي الشمال ايه وبعدين نقول نعرفها ازاي الناحية الشمال مسؤولة عن الارقام والاحصائيات فتلاقيه موهوب قوي في الحتة دي يدخل ايه يدخل تجارة يدخل اي حاجة ليه علاقة بيزنس مثلا اعرف ازاي لو انا اب او ام شاطرين من الولد صغير بلاحظ هو الولد موهوب في ايه هل هو مبدع لو اديته حاجة مثلا بيعمل منها مثلا يمسك ورقة وقلم يرسم حاجة طالها لحاجة فغالبا ده الفصل الايمن من المخ عنده مصيد لكن لو هو بيميل الى المنطق وبيميل الى الارقام فغالبا هو الفصل الايسر من المخ عنده هو المسيطر